اشتركوا في القناة رح اخذ هدو الاتنتين اللي هي ال P or not R وال R or not Q رح استنتج منها هون عندي اشي واكسة فرح استنتج التانيين اللي هي P or not Q الخطوة الثالثة رح تكون عندي هذا عبارة عن الشرط هاي هون فرح اخذ الجملة الشرطية هديك اللي هي P or not Q هاي كاملة S imply T بدي اخذها مع الشرط اللي استنتجتها هون اللي هي P or not EQ فعندي جملة شرطية وعندي نفس الشرط فرح استنتج نفس جواب الشرط اللي هي S imply T هلا S imply T مع ال S اللي استنتجتها هون اللي هي كخطوة رابعة S imply T مع ال S رح استنتج وهو هادا المطلوب هلا from هادول ال Proposition رح استنتج ال R اول اشي رح ابلش بال P and S هاي الخطوة الاولى رح استنتج P و S بعدها الخطوة الثانية رح اخذ P ال P or اي اشي القيم رح تكون true فمثلا P or هادا الاشي عشان اقدر اعمل كهذا الشرط اللي هي P or F imply Q هلا ليش انا حطيت هنا انه P or F imply Q عشان انا رح استفيد منها اذا كانت بهذا الشكل عشان اقدر استنتج ال R هلا الخطوة الثالثة اللي هي رح اخذ P or F imply Q كلها imply R رح اخذها مع هادا اللي هو P or F imply Q اللي هي نفس الشرط عندي جملة شرطية ونفس الشرط رح استنتج نفس جواب الشرط اللي هو المطلوب خلا من هادا رح استنتج Q and R اللي هي رح اخذ P and Q P and Q رح استنتج منهم P وال Q هاي الخطوة الاولى للخطوة الثانية رح اخذ ناتس P or R مع ال P عندي اشي وعكسه رح استنتج الثانية اللي هي ال R من ال R وال Q هاي الخطوة الثالثة R وال Q رح استنتج R and Q اللي هو المطلوب هلا كانو يكونكلود ناتس Q from P imply Q و P and R اللي هي هون P imply Q هون P and R بدي استنتج منها كان ناتس Q هل بقدر اني استنتج ناتس Q هل بقدر اني استنتج ناتس Q هبلج من P and R هاي الخطوة الاولى هستنتج منها ال P وال R بعدين P imply Q مع ال P عندي جملة شرطية و عندي نفس الشرط فرح استنتج نفس جواب الشرط اللي هو اللي هو ال Q فمعناتو انا قدرت استنتجي ل Q بس ما قدرت استنتج ناتس Q معناتو انا ما بقدر اني استنتج ناتس Q هلا from هدوارة بدي اعمل كونكلود لهاي الجملة يعني هون بدي اعمل اول اشي ترانسليت بعدين بدي احلهم باستخدام ال Inference rules هلا اول اشي بيحكيلي It's not sunny this afternoon and it's colder than yesterday اول اشي هون في عندي and هاي الجملة الاولى عبارة عن P هاي هون عندي not فرح اطيها negation هاي عبارة عن الجملة التانية اللي هي رمز Q رح اعملها فبتصير عندي ها not P and Q هلا الجملة التانية اللي هي we will go swimming only if it's sunny هلا it's sunny اطتها في المثال القبل الرمز P رح اخليها نفس الرمز هون عندي only if only if هي عبارة عن Implication جواب الشرط بعدها هاي جملة جديدة رح اطيها مثلا الرمز S و رح تصير S imply B في الجملة التالتة if we don't go swimming هلا هاي اطتها الرمز S رح اخليه نفسه وعندي هون don't اللي هي عبارة عن negation not وهون عندي F اللي هي Implication وبعد ال F رح يكون عندي الشرط وهون الجملة التانية اللي هي we will take a corner trip هلا هاي رح اطيها الرمز T مثلا ف رح تصير عندي اياها not S imply T هلا الجملة البعديها اللي هي if we take a corner trip اللي هي اطيتها هاي الرمز T وعندي هون F وعندي هون F بعد ال F عند الشرط then we will be by sunset هاي ممكن اطيها الرمز R فراح تصير T imply R هلا هون بدي اعمل conclude we will be at home by sunset هلا هاي اطيتها الرمز R فراح تضل نفسها R وعن بدي اعمل conclude لل R هلا بدي احيل هادا باستخدام الانفرنس رولز اول اشي رح ااخد الاند اللي هي nots P and Q رح استنتج منها nots P وستنتج ال Q الخطوة التانية رح ااخد اللي هو nots imply T و T imply R nots imply T و T imply R رح استنتج منها nots imply R بعدين هلا هاي ال S imply P ممكن ااخدها معي nots P واعمل conclude لل nots هاي الخطوة التالتة اللي هي S imply P واخدها مع nots P اللي هي جملة شرطية وعكس جواب الشرط رح استنتج عكس الشرط اللي هي nots هلا من هون اللي هي الخطوة الرابعة رح ااخد هاي الجملة اللي هي nots imply R مع nots استنتج منها اللي هي جملة شرطية ونفس الشرط رح استنتج نفس جواب الشرط اللي هي R وهذا هو المطلوب هلا من هدول الجمل برضو بدي اعمل conclude لهاي الجملة اللي هو اول اش برضو نفس بهذا المثال بدي اعمل translate اللي هي if you send me an email message then I will finish writing the program هلا هون عندي F you send me an email message هاي بدي اعطيها الرمز P هاي بدي اعطيها الرمز EQ then I will finish writing the program اللي هي عبارة عن P imply EQ هلا هون if you don't send me an email message هلا هاي عبارة عن nots P وعند F وهون then I will go to sleep early هون اعطيها الرمز R اللي هي nots P imply R هلا if I go to sleep early اللي هي اعطيها الرمز R وعندي F وحون then I will wake up feeling refreshed هاي ممكن اعطيها الرمز S مثلا فرح تصير عنديها R imply S or imply S هلا بدي اعمل conclude ل if I don't finish writing the program اللي هي هاي عندي هون F وهاي الجملة اعطيتها الرمز اللي هو Q اللي هي I will finish writing the program هون اعطيتها الرمز Q فهون لازم اعطيها الرمز Q هون هي not Q اللي هو في عندي nots وهون then I will wake up feeling refreshed هون اعطيتها الرمز S فرح تكون not Q imply S not Q imply S هلا هون رح اخذ not P imply R مع R imply S هاي الخطوة الاولى not P imply R و R imply S رح يضل عنديها not P imply S الخطوة التانية اللي هي رح اخذ هاي الجملة اللي هي P imply Q اعمليها بال not Q imply not P imply not P اللي هي انو انفي two variables اللي بيكون عنديها مؤكس اماكنهم فهي رح اخذ هاي هلا الخطوة التالتة رح تصير اللي هي يعني اخذ not Q imply not P مع العشي اللي استنتجته هون اللي هي not P imply S وهدوها لها نفس بعد فراح اشتبهم فيدوها لديها not P RPM وهو هذا المطلوب التالت